موسيقى الرياضة تستضيف اليوم اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين صندوق التنمية الزراعية يعتمد عددا من القروض التمولية بقيمة 60 مليون ريال أسعار النفطة تعوض جزء من الخسائر بارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة مشاهدين الكرامة من جديد إلى مؤشر السوق المالية السعودية تاسي أسعد الله صباحكم بكل خير متابعة لحركة المؤشر ومزاج المؤشر اليوم في جلسة الأربعاء طبعا مشاهدين الكرام نتذكر أنه مع فيروس كورونا الذي لم يوقف فقط الحياة الاجتماعية ولكنه امتد لكل جوانب الحياة وخاصة الجوانب الاقتصادية والمالية ربما في العالم أجمع أصبح هذا الصراع مع هذا الفيروس والمحرك الأساسي لجميع الأسواق العالمية وتذبذبات هذه المؤشرات إذن حتى البيانات الاقتصادية لم تعد أيضا قادرة على إحداث أي تغيير مقابل فيروس كورونا حتى الشركات المدرجة أعلنت بأكثر من 11 شركة من قطاعات مختلفة عن تعذرها وعدم قدرتها على تحديد حجم الأثر المالية على عمالها نتيجة هذا الفيروس إذن مشاهدين الكرام لنشاهد هذا الفيروس وما هو الأثر المباشر لأداء المؤشر اليوم في جلسة الأربعاء بعد ارتفاع يقلص هذه الارتفاعات أو المكاسب الطفيفة التي سجلها في جلستين تقريبا الماضية ليواصل أو يقف عند نقطة الدعم 6865 لم يستطع مقاومة النقطة العنيدة 6700 نقطة متراجح حتى الآن بقرابة الربع في المئة تقريبا وتسع نقاط إلى عشر نقاط هذا التراجع الطفيف ربما أثر عليه بعض التعليق والإيقاف المؤقت وأيضا منع التجول والتباعد الاجتماعي أيضا الذي نشاهده الآن هناك بعض الشركات كالسهم شركة سيرة السهم الذي شهد انخفاض حاد أيضا في مستوى الطلب في قطاع السياحة والسفر بعد توقف الطلب تماما على قطاعي الحج والعمرة بالإضافة إلى طبعا بعض القيود المفروضة على السفر في الداخل والخارج إذن مشاهدين الكرام لعل هذه الأخبار جميعها والعوامل الداخلية والخارجية وفي المقدمة تعتبر فيروس كورونا تأخذ في الحسبان عند النظر إلى أداء المؤشر أو تذبذب أداء المؤشر بشكل يومي أو بشكل لحظي إذن دعونا أيضا نشاهد حجم التداول حتى الآن 48 مليون سهم قيمة التداول حتى الآن لم تتجاوز المليار ريال هناك تقليص للتداولات أو حجم التداول في جلسة أمس إلى أكثر من 3 مليار مقارنة بـ 5 مليار كانت في مستهل جلسات هذا الأسبوع ولكن معظم هذه السيولة كانت هي ضغوط بيعية أكثر من القوى الشرائية هل ستنتهي سلسلة المكاسب أو سيتوقف السوق عند سلسلة المكاسب الطفيفة التي سجلها في جلسات الماضية خاصة في ظل استضافة أو يعني سيستمر في هذه المكاسب وسيعود من جديد إلى التلون باللون الأخضر خاصة في ظل استضافة اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في رياض اليوم إذن إلى أخبار الشركات أيضا لنشاهد هذه الأخبار التي كما ذكرنا مسبقا أعلنت أكثر من 11 شركة عن تعدرها وعدم قدرتها على تحديد حجم الأثر المالي على عمالها نتيجة تأثر نشاطها بالتعليق والإيقاف المؤقت نتيجة فيروس كورونا وأيضا منع التجول والتباعد الاجتماعي لنبدأ مشاهدين الكرام مع الشركة التالية لنشاهد أيضا ماذا عن الشركات ولكن قبل أن نبدأ في أخبار الشركات لنذكر أنه يشهد السوق السعودي اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالرمز 7201 في قطاع تقنية المعلومات على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10% طبعا هذا السهم يعد سادس شركة تنتقل من السوق الموازية نمو إلى السوق الرئيسية تاسي بعد سهم الكثير وسهم أيضا ثوب الأصيل وأيضا سهم أبو معطي وريدان الغذائية وبعظيم كان آخر هذه الأسهم إذن مشاهدين الكرام لنشاهد أيضا عن تصويت الجمعية العامة غير العادية لشركة نادك يوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو على عدد من البنود كان من بينها لهذه الشركة البنود التي صوتت عليها أولا هو زيادة رأس المال من 847 مليون ريال إلى أكثر من 1016 مليون ريال عن طريق منحة أسهم منحة بنسبة 20% إذن لنشاهد نادك تسجل ارتفاع بحوالي قرابة الأربعة عشر في المئة ليصل سعر السهم إلى 27 ريال وثمانين هلالا ننتقل أيضا إلى شركة الزامل التي حددت هي أيضا هذه الشركة التي تعمل في الاستثمار الصناعي حددت يوم الخميس السابع من مايو موعد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت على شراء الشركة لعدد من الأسهم بحد أقصى 3 ملايين سهم جاء ذلك بسبب الاحتفاظ بهذه الأسهم كأسهم خزينة أيضا أوضحت هذه الشركة في بيان لها على تداول أن نسبة الأسهم لن تتعدى 5% من الأسهم المصدرة وبقيمة لا تتعدى أيضا أو لا تتجاوز 50 مليون ريال وذلك بغرض فقط المحافظة على استقرار سعر السهم إذن لنشاهد السهم الآن في هذه الجلسة أو في هذه اللحظة عند 14 ريال كما نشاهد متلون باللون الأخضر ومسجل ارتفاع بحوالي 4 إلى 15% ماذا أيضا عن شركة سيسكو الشركة الصعودية للخدمات الصناعية أيضا التي وافقت هذه الجمعية على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقضية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال بواقع تقريبا 60 هللة للسهم الواحد الذي نجده الآن عند 18 ريال و28 هللة عن عام 2019 ننتقل أيضا إلى الشركة الأخرى شركة سوير كورب ريت التي انخفضت أرباحها إلى تقريبا أكثر من 5 مليون ريال بنهاية الربع الأول كما نشاهد 5 مليون و100 ألف ريال وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية قرابة 10 مليون ريال 9 مليون و740 ألف ريال إذن جاءت هذه الدخلة من العمليات التشغيلية وانخفاض الأرباح جاء بسبب مصاريف استهلاك تجاوزت 9 مليون ريال تقريبا ماذا عن هذه الشركة والسهم الشركة؟ لنشاهد السهم الآن في جلسة اليوم الأربعاء لشركة سوير كورب لنشاهد ريت هذه الشركة وأداء المؤشر اليوم الأربعاء مقابل انخفاض هذه الأرباح وأيضا الدخل من العمليات التشغيلية الذي كان منخفضا مقارنة أيضا بعام 2019 ننتقل أيضا إلى بعض الشركات التي أعلنت هي أيضا عن بعض أخبارها إذن إسمنت الشرقية لنشاهد إسمنت الشرقية التي وافقت أيضا الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال بواقع تقريبا ريال ونصف الريال عن عام 2019 إذن السهم الذي ظل على ارتفاع وسجل أعلى ارتفاع في قطاع الإسمنت لعام 2019 نجده على تراجع 28 ريال بعد توزيع إذن هي عملية جني أرباح بعد توزيع الأرباح انخفض هذا السهم بحوالي 7 وقرابة 13% ننتقل أيضا إلى مجموعة سيرة القابضة التي تشهد انخفاض كما ذكرنا في مقدمة هذه الجلسة انخفاض حاد في شركة سيرة في مستوى الطلب في قطاع السياحة والسفر وتوقف أيضا الطلب تماما على قطاع السفر والسياحة وأيضا الحج والعمرة وأيضا خلفية التعليق المؤقت لتأشيرات الحج والعمرة وجميع القيود اليوم المفروضة على السفر سواء في الداخل أو حتى في الخارج إذن هذه الشركة وضحت أنها قامت بتنفيذ عدة سياسات لإدارة الوضع الحالي وأن لديها سيولة نقدية قوية ورصيد أيضا نقدي يعتبر لتمويل بعض العمليات وذلك لتقوية موقف الشركة التنافسي بعد انتهاء تطبيق السياسات الخاصة لمنع تفشي فيروس كورونا إذن الشركة تسجل سيرة تسجل ارتفاع واحد وستة عشر بالمئة وثلاثة عشر يال وأربعة وسبعين هللة أيضا لدينا الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية التي أعلنت أنها شهدت هي أيضا انخفاض يعتبر حاد في حركة المرضى للعيادات الخارجية بسبب جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية لمواجهة فيروس كورونا وبينت أيضا هذه الشركة أنه هناك عدد من الخطط التي تقوم عليها أو تعمل عليها للتقليل من هذا الانخفاض في المستقبل القريب إذن رعاية تسجل أيضا ارتفاع بحوالي واحد وقرابة العشرين في المئة ليصل سعر السهم إلى قرابة أربعة وستة ريال في جلسة اليوم الأربعة ماذا عن أسهم شركات الطاقة لنشاهد هذه القائمة ماذا عن أسهم شركات الطاقة إذن هناك تراجع شبه الجماعي لجميع الشركات المدرجة في هذا القطاع ارتفاع مكررة ربحية لجميع الشركات كان في بداية هذا العام وبعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية باستثناء سهم شركة أرامكو الذي يمثل حجمه أضعاف حجم السوق تقريبا إذن سهم أرامكو تصدر القائمة بتراجع بحوالي 18% المصافي وبتر رابغ أيضا على تراجع الدريس أيضا على تراجع بـ 20% عادة شركة البحري لازالت منذ مستهل هذه الجلسة حتى الآن تسجل ارتفاع بحوالي الربعة بالمئة أيضا لدينا قائمة المواد الأساسية لنشاهد قائمة المواد الأساسية سابق عادت إلى التلون باللون الأخضر بعد أن أفتتحت هي أيضا على تراجع ولكنها عادت لتسجل بقرابة 14 الارتفاع معادن أيضا مرتفعة بأكثر من النصف في المئة تبقى لدينا كيانا متقدمة سبكيم جميعهم معنا تراجع إذن هناك أداء مؤشر في هذه القائمة تراجع شبه الجماعي وتباين في حركة أداء المؤشر ننتقل أيضا إلى قطاع المصارف وهو القطاع الذي يعني يعتبر لازال بالمقارنة بالقطاعات المالية العالمية في وضع جيد مع وجود جميع الاحتياطات النقدية وإيضا انخفاض حجم الدين في المملكة العربية السعودية إذن مصرف الراجحي نشاهد القائمة بشكل عام قائمة المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية تسجل ارتفاع تقريبا شبه جماعي عدى مجموعة سامبا المالية هي على تراجع بحوالي واحد وأكثر من النصف في المئة تتصدر القائمة مصرف الراجحي على ارتفاع بقرابة الواحد في المئة تسع عشر بالمئة البنك الأهلي التجاري مصرف الإنماء الذي كان على تراجعه هو مصرف الراجحي عاد ليتلون باللون الأخضر وبنك الرياض أيضا يسجل ارتفاع بحوالي أكثر من سبعة عشر في المئة تبقى لدينا قطاع الاتصالات ولنشاهد ترتيب الشركات الثلاثة خاصة بعد الإفصاح على النتائج المالية لعام 2019 والتي جاءت فيها شركة ستيسي هي الأعلى في تحقيق صافي الربح بواقع تقريبا أكثر من عشر مليار ريال سجلته هذه الشركة وتلتها شركة موبايلي التي عادت إلى الربحية بعد خسارة أكثر من مئة مليون ريال تقريبا في 2019 إذن نشاهد شركة الاتصالات السعودية شركة ستيسي تحقق أو تكون هي في المقدمة في العام الماضي بحوالي هي الوحيدة التي وزعت أرباح تعتبر بواقع أربع ريال للسهم تقريبا أو بواقع خمسة ريال تقريبا عن عام 2019 إذن هي الوحيدة في قطاع الاتصالات التي وزعت أرباح وهي الوحيدة التي أيضا تصدرت القائمة في الربحية الأعلى إذن الاتصالات السعودية نشاهد على ارتفاع عند ثلاثة وتسعي ريال وتسعين أربعة وتسعي ريال بحوالي أكثر من النصف في المئة أيضا لدينا نشاهد تسجل تراجع اتحاد الاتصالات موبايلي ولكن الاتصالات المتنقلة هي أيضا متلونة باللون الأخضر ماذا عن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا والأسهم الأكثر انخفاضا من يتصدر هذه القائمة إذن أربسين نشاهد هذا السهم العرب نشاهده على 27 ريال و45 هلالا بارتفاع بحوالي 7.14 تقريبا البحر الأحمر لخدمات الإسكان فيبكو وشاكر والجوف وعبد الله سعد جميعهم في قائمة الأكثر ارتفاعا في هذه الجلسة ماذا عن أسهم الأكثر انخفاضا ومن يتصدر هذه القائمة لنشاهد يتصدرها إسمنت الشرقية على تراجع بحوالي على مشارف السبعة بالمئة ليصل السعر على 28 ريال و10 هلالات الوطنية للتأمين بيترو رابغ أيضا تدخل من ضمن هذه القائمة في جلسة اليوم الأربعة ميسكو وتهامة أيضا هي في نهاية هذه القائمة إذن المشاهدين الكرام هذا حول افتتاح السوق المالية السعودية ومتابعة لأداء المؤشر وحركة القياديات لكن نفاصل ونعود لكم من جديد ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 هذه القيمة السعرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى يعود مرة أخرى بعد الثلاثة شهور القادمة أو ستة شهور بعد الارتفاع قيمة الوزعات النقلية أن يكون هناك ارتفاعات مرة أخرى بهذه السنة في فترات المستقبلين نعم طيب أستاذ محمد يعني وكان التاريخ يعود أو يعيد نفسه في صغار المضاربين اليوم كما ذكرت عندما يخرج كبار المضاربين في السوق المالية ويدخل صغار المستثمرين لكن السؤال اليوم الذي يدور أيضا حول صغار المستثمرين وهو سؤال يدور في المجالس وعبر منصات أيضا التواصل لجميع المحللين وأعتقد يوصلك أستاذ محمد يعني الكل يسأل يقول لك يعني أنا أمسك فلوسي وأحتفظ بالكاش ولا أدخل اليوم السوق خاصة يعني في ظل تدني الأسعار كما ذكرت قبل شوي هل المضاربات اليوم تعتبر هي وقود السوق السعودي؟ طبعا السؤال جميل الكثير يتسأل هذا السؤال ولكن تبقى الإجابة هي تعود إلى طبيعة تداولات المستثمرين بمعنى ما هو استراتيجية ما هو خطته الزمنية يتداول عليه فبعض المستثمرين يتداول على فريمات قصيرة فيكون هناك استخدام للمضاربة السريع بمانع فريمات النفس الساعة والساعة ولكن هناك المستثمرين يقوموا ببناء مراكزين على الفترات طويلة بمعنى أنه يبحث عن توزيعات نقدية وأيضا يبحث عن اكتفاع فريمة السعرية على الفترات المنية طويلة ولكن الأفضل دائما في مظل هذه الأوضاع من خفاض الأسعار وقلق عالمي أن يكون هناك دخول تدنيجي بمعنى لا نختبر السوق بكل القادمين أن يكون هناك دخول بالنسبة من السيولة بحدود 30 إلى 40% مع احتفاظ بالكاش حتى يكون هناك تعديل مرة أخرى أو يكون هناك توازن في السوق ولكن تعود مرة أخرى إلى طبيعة التعاملات المستثمر في السوق المالي نعم طيب أستاذ محمد السؤال الأخير وهو السؤال يعني يعتبر أيضا هو السؤال الأهم ساهم المراكز العربية والمراكز العربية تعتبر من أهم يعني أكبر ملاك ومطورين ومشغلين المجمعات التجارية جاءت هذه الشركة من ضمن 11 شركة أعلنت عن تعذرها بتحديد أي أثر مالي على أعمالها كما نعرف جميعا بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كيف تبرر أستاذ محمد لفيروس عفوا كيف تبرر للمراكز العربية ذلك يعني اليوم المراكز العربية تستفيد بتخفيض تكاليفها التشغيلية كمصروفات الكهرباء مثلا ورواتب الموظفين والإجارات مدفوعة من قبل المستأجرين نفسهم يعني الضرر اليوم على أصحاب المحلات التجارية وليس على المولات والمراكز العربية فكيف تبرر لسهم المراكز العربية ذلك طبعا جميع الشركات في السوق السعودي أعلنت عن حجم الأثر الذي تتوقع في الإجراءات الاحترازية لكن هذا الأثر لا يمكن حسابه في الوقت الحال لأننا لا نعلم كم مدة هذه الإجراءات الاحترازية فبالتالي كان من وجه بعض الشركات أن تعلن هذا الإعلان الأول ولكن بعد العودة مرة أخرى أو بعد انخفاض حدة القيود الإجراءات الاحترازية سوف يكون أثر مالي المراكز العربية كشركة من ضمن هذه الشركات التي تعلن ذلك الإجراءات الاحترازية وحجم الأثر لكن طبيعا جدا أن يكون هناك أثر سلبي بمعنى أن المستجرين سوف يكون لديهم إعفاءات كما حدث في عدد من الشركات أو الصناديق العقارية قامت بإعلان أن هناك عدد من المولات التي تحت إداراتها قامت بإعفاءة عن الوسيوم فبالتالي سوف يكون هناك نسبة تدني في الأرباح ونسبة دخول المؤسسات النقلية فبالتالي يكون هناك أثر في الوقت الحال لا يمكن توقع حجم الأثر ما لم تعلن الشركة ولكن تبقى عوامل مضاربية مسيطرة في عدد من الشركات بما فيها من المراكز العربية وغيرها نعم شكرا لك المحلل المالي الأستاذ محمد الميموني واسعد الله صباحك مجددا وصباح جميع المتداولين شكرا لك وأهلا وسهلا فيك قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود رئيس مجلس الوزراء عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يستفد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق ولا من مدة بوليصة التأمين يرأس وزير المالية محمد الجدعان ومحافظة مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليف في الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في العاصمة الرياضة اليوم بهدف الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والتي عقدت في السادس والعشرين من مارس كشف الرئيس التنفيذ المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي نايف الشمري أن البنك اعتزم تقديم منتجات إضافية تضمنت منتج ما بعد التصدير والذي يتم عبره تمويل المصدر المحلي بما يصل إلى 90% من قيمة الفاتورة الآجلة وأشار إلى أن ما يقارب 40% من الشركات المعتمد تمويلها عبر مبادرة تعزيز تمويل الصادرات كانت لمنشآت صغيرة ومتوسطة وأن المنتجات المتاحة حالياً عبر البنك تتمثل في منتجي التمويل السابق للتصدير وتمويل المشتري الأجنبي للسلاع والمنتجات المحلية كشف الأمن والمتحدث باسم لجنة تنظيم السكن العمالة الدكتور أحمد قطان عن تشكيل لجنة معنية بأوضاع السكن العمالة مكونة من ثمانية جهات برئاسة وزارة البلدية والشؤون القروية وأوضح أن اللجنة اتخذت بشكل عاجل إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن تجمع سكن العمالة منها إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات للسكن البديلة أو العقارات التي تصلح سكن بديل العمالة ودعا جميع فئات منشآت القطاع الخاصة التي لديها سكن عمالة إلى أهمية الحرص واتخاذ الإجراءات اللازمة في لائحة اشتراطات سكن العمالة وذلك بتحسين أوضاع السكن بشكل عاجل أعلن الصندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال عام 2020 بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد والذي يمثل أكبر انخفاض منذ الكسادة الكبير في الثلاثينيات وتوقع الصندوق النقد الدولي انتعاشا جزئيا في عام 2021 مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.18% لكنه قال أن توقعاته تتميز بعدم اليقين الشديد وأن النتائج قد تكون أسوأ بكثير اعتمادا على مسار الوباء توقع الاتحاد الدولي للنقل الجويئيات أن تفقد شركة الطيران العالمية أكثر من 314 مليار دولار من الإيرادات بسبب جائحة فيروس كورونا 2020 ارتفاعا من تقديره السابق بأن الخسائر ستكون 252 مليار دولار وأضاف الاتحاد في مؤتمر صحفي أسبوعي عبر الانترنت أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55% في إيرادات خدمات الركابة مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48% عمليات تسريح العمالة في الشركة الأمريكية الصغيرة ترتفع بنسب عالية خلال شهر مارس الماضي نظير تداعيات فيروس كورونا التفاصيل مشاهدين الكرام في التقرير التالي لا تبدو الولايات المتحدة تعيش فقط الولايات الصحية والطبية بسبب تفشي فيروس كورونا بل تجاوز الأمر إلى التأثيرات الاجتماعية المرهقة للحكومة والشعب نفسه وفي مقدمة ذلك فقدان 16 مليون أمريكي وظائفهم حتى الآن الاستطلاعات الأخيرة تشير بعد مسح شارك فيه أكثر من 100 ألف شركة أمريكية صغيرة إلى أن تلك الشركات وموظفيها أكثر من تضرر من الأزمة الحالية فقد بلغ تسريح العمالة في شركات أمريكية الصغيرة أكثر من ألف فيلماء خلال الشهر الماضي فقط مما اضطر إلى خفض ساعات العمل وتقليص رواتب الموظفين متأثرة بتراجع الطلب وتوقف النشاط الاقتصادي جراء تفشي فيروس كورونا ووفقا لبيانات صادرة عن شركة جوستو لموارد البشرية أن عدد الموظفين في الشركات الصغيرة انخفض بنسبة بلغ 3.7% في الشهر الماضي أي ما يعادل أكثر من مليوني شخص هذه التسريحات تعطي إشارات بأن المستقبل ضبابي وأنها تشك بإمكانية عودة الاقتصاد إلى العمل بشكل سريع وبالتالي ستفكر بتخفيض النفقات وأول ما يفكر دائما هو بتخفيض نفقات عبر تسريح الموظفين لأن تكلفة الموظفين في العادة هي الأكبر مجلة فورين بوليس الأمريكية قالت إن فيروس كورونا أدى إلى تغيير الحياة الاقتصادية بشكل كبير في جميع انحاء أوروبا والولايات المتحدة خاصة فقد شهدت أمريكا انهيارا في الاستهلاك بسبب انفاق الناس إلى أموال الأقل الأمر الذي بات يهدد بقاء مجموعة كبيرة من الشركات وعلى رأس الشركات الصغيرة وعدى ذلك بدوره إلى انهيار مفاجئ وغير مسبوق في الطلب على العمالة إذ شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة بنسبة تبلغ حوالي أربعة في المئة في أدنى مستوياتها منذ خمسين عاما للإخبارية أحمد القرني واشنطن ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار أكثر من ثلاثة عشر مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعا قدره أكثر من عشر مليون برميل كما ارتفعت مخزونات البنزين بأكثر من اثنين مليون ومائتين ألف برميل خلال الأسبوع الماضي وصعدت مخزونات نواتج التقطير بنحو أكثر من خمسة مليون وستمائة ألف برميل ارتفعت أسعار النفط وسط آمال من جانب المستثمرين بأن تنجح اتفاقية أوبيك بلس لخفض الانتاج في توازن الأسعار مرة أخرى حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي تسليم يونيو بنحو واحد وعشر بالمائة إلى تسعة وعشرين دولار وثلاثة وتسعين سنة للبرميل كما صعدت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنسبة اثنين بالمائة إلى عشرين دولار واثنين وخمسين سنة للبرميل مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الفترة لكننا مستمرين معكم ولكن نذكركم لسلامتكم دائما ابقوا في المنازل هو السلاح الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا كلنا مسؤول وأزمة وتعدي بإذن الله شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء